قرار المحكمة الجنائية الدولية ببدء تقييم بشأن ارتكاب جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية لا يعني بالضرورة فتح تحقيق موسع إنما يهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك أساس معقول لبدء تحقيق شامل من شأنه أن يمهد الطريقة إلى توجيه اتهامات لشخصيات إسرائيلية أو فلسطينية ممثلوا الادعاء أكدوا أنهم سيبحثون في هذه الادعاءات التي ارتكبت منذ يونيو 2014 وهذا بدوره يتيح لهم فحص مجريات الحرب الإسرائيلية على غزة في يوليو الماضي هذا التحرك لاقى اعتراضاً أمريكياً أثارته الخارجية الأمريكية معتبرة أن فلسطين ليست دولة ومن ثم فليس لها الحق بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية نحن لا نرى أن فلسطين دولة وبالتالي هي غير مؤهلة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية نحن مقلقون من هذا التحرك الفلسطيني وأريد أن أصلت الضوء على أن موقفنا هذا نتشارك به مع العديد من البلدان الأخرى الموقف الأمريكي يركز على ضرورة حل الخلافات بين الطرفين من خلال المفاوضات المباشرة وليس من خلال تصرفات فردية لأي من الجانبين كذلك انتقدت إسرائيل هذه الخطوة حيث اعتبر الرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو التحقيق بأنه مثير للغضب وأوضح أن المحكمة لا يحق لها إجراء تحقيق من هذا النوع وقد رحب الفلسطينيون بقرار فتح التحقيق جاء ذلك على لسان رئيس الوفد الفلسطيني في لهاي نبيل أبو زيد الذي أكد أن القضية الآن في يد المحكمة مشددا على أنها مسألة قانونية كذلك اعتبر وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي أن الإجراءات الحقيقية بدأت في المحكمة الجنائية الدولية ولا يستطيع أحد أو أي دولة إيقاف هذا التحرك وإن كان التحقيق قد يسمح بالاطلاع على مجريات الحرب الإسرائيلية على غزة الصيف الماضي فإن ديبلوماسيون يرون أنه يعرض الفلسطينيين أيضا لمحاكمات محتملة تتصل بالهجمات الصاروخية التي تطلق من غزة على إسرائيل